السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن Propositions of Time أحرف الجر المتعلقة بالوقت أو الزمان نتكلم عن At, On, In وكيف نستخدمها باللغة الإنجليزية وهي من أساسيات اللغة الإنجليزية التي نستخدمها قبل الوقت كما قلنا سابقا قبل أن نبدأ بالحديث عن In, On, At يفضل أن نحفظ هذه الكلمات century, decade, year, month, week, day, hour, minute, second century قرن قرن بيكون hundred years إذن مئة سنة decade عقد بيكون عندنا ten years 10 سنوات year سنة 12 month إذن 12 شهر month شهر بيكون عندنا 30 days 30 يوم أو ممكن نقول four weeks أربع أسابيع week اسبوع بيكون عندنا seven days سبع أيام day يوم 24 hours 24 ساعة hour ساعة بيكون عندنا 60 minutes 60 دقيقة minute دقيقة 60 seconds 60 ثانية آخر شي بيكون عندنا second الثانية من المهم معرفة هذه الكلمات لكي يستخدمها في اللغة الإنجليزية بيكون عندنا سلاسة في التحدث إذن century لاحظ T مع اليون فضاء ش century لا نقول century 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 معاته قرن decade decade عقد العقد كما قلنا عشر سنوات year month week day hour أيضا hour الساعة ال H لا تلفظ لا نقول hour hour ونميز بينها وبين hour hour من عندنا we us hour hours هاي الضمار بحالة الفاعل و المفعول به وعدنا بحالة الملكية نميز بين hour hour نفس اللفظ لكن مختلفة بالكتابة hour ساعة minute second نقرأها آخر مرة century decade year month week day hour minute second نبدأ بالحديث عن N N نستخدمها طبعا N بمعنى فيه نستخدمها مع parts of the day أجزاء اليوم ما عادها كلمة night نستخدم معها آت راح نتكلم عنها لاحقا نلاحق أجزاء اليوم morning صباح afternoon فترة الظهيرة evening المساء إذن نحفظ هذه الكلمات morning afternoon evening نستخدم قبلها the morning الصباح the afternoon إذن فترة الظهيرة the evening المساء حرفة جر نستخدم قبلها in نقول in the morning in the afternoon in the evening لاحظ بالنسبة للذان إذا جاب بعدها حرف صوتي ننفذها بالكسر the أحرف الصوتي كمان أعلم a i o u e الحب يتعلمها o a i u e بهذا الحالة ننفذها the the afternoon جاب بعدها حرف a صوتي the evening إذن المساء إذن أول شيء إجزاء اليوم نستخدم معها in أيضا نستخدم in قبل century قبل القرن decade العقد year السنة season الفصل month الشهر ممكن نقول centuries بدلا y نضع i e s decade نضيف s years seasons month جمعة لاحظ in the 18th century يعني في القرن الثامن عشر نستخدم in the 18th century in the 17th century in the 17th century in the 16th century وهكذا مع أيضا العقود in the 1930s في الثلاثينيات in 1940s في الأربعينيات وهكذا years مع السنوات أيضا نستخدم in 1963 in 1954 in 19 وهكذا السنة كيف أقراها كل رقمين مع بعض لن يقول 1936 كل رقمين مع بعض 1936 1971 1876 1671 إذن كل رقمين مع بعض إذن هنا نقول in 1963 سيزنز مع الفصول winter شتاء summer الصيف spring الربيع وعند summer الصيف أيضا نقول in winter أو نقول in the winter ممكن نستخدم ذا أو بدون ذا يعني نقول in winter مباشرة in summer in spring in autumn أو نقول in the winter in the summer وهكذا مع من الأشهر in march in may in june وهكذا إذن قبل الأشهر أستخدم in إذن قبل القرن قبل العقود قبل السنوات قبل الفصول قبل الأشهر أستخدم حرف جر in أستخدم at قبل الساعة للحديث عن الوقت أيضا قبل كلمة night الليل قبل فترات الأعياد نقول at six o'clock at seven o'clock at eight o'clock في الساعة السادسة at seven thirty pm في الساعة السابعة والنصف at night في الليل كما نستخدم at night at christmas إذن في عيد الميلاد at the weekend في نهاية الأسبوع إذن لن نقول in إذن at six o'clock at seven thirty pm at night at christmas at the weekend أيضا نستخدم on قبل أيام الأسبوع on sunday في يوم الأحد وممكن ضيف s تصبح on sundays في أيام الأحد on friday في أيام الجمعة on mondays في أيام الاثنين إذن دائما قبل أيام الأسبوع أستخدم حرفة جر on تكلمنا عن أيام الأسبوع الحب يرجى موجود على القناة بالتفصيل كيف أستخدم أيام الأسبوع في اللغة الإنجليزية في التاريخ أو التواريخ on the 15th of june يعني في الخامس عشر من june إذن من شهر حزيران ممكن ما أستخدم the ما أستخدم of أقول on 15th june بدون the بدون of on 15th june أو أقول on the 15th of june ممكن بطريقة نفس التاريخ أقول on june 15th ممكن شخص يسأل يقول عندنا june شهر مفروض أستخدم in لكن نحن نتكلم عن يوم محدد من شهر june on june 15th في الخامس عشر من june أيضا في أيام محددة أو مميزة on new year's day إذن في عيد رأس السنة إذن on new year's day on on birthday في عيد ميلادي on the following day في اليوم التالي لاحظ on the following day إذن on استخدمها قبل أيام الأسبوع قبل التواريخ وأيضا في أيام مميزة أو خاصة on sunday on the 15th of june on june 15th on new year's day on my birthday on the following day لحظة هذا الجمل I'm going to the cinema in the evening يعني سأذهب إلى السينما في المساء إذن استخدمنا in the evening I'm going to the cinema in the evening I'm going to meet أحمد at 33 after school يعني سأقابل لحظة I'm going to يعني سوف بالمستقبل الحب يرجع أيضا فيديو تكلم عن المستقبل بشكل مفصل I'm going to meet يعني سأقابل أحمد at 3 30 after school I'm playing football on Friday يعني سألعب كرة القدم في يوم الجمعة اللاحظ المضارع مستمر إذا جاءت كلمة تدل على المستقبل نترجم س يعني سألعب ممكن نقو نفس الجملة I play football on Fridays ألعبوا كرة القدم في أيام الجمعة Friday يوم الجمعة Fridays أيام الجمعة آخر فقرة لدينا هذه الجملة They will come and see them in the morning for a cup of tea يعني سيأتونا و يقابلونهم in the morning في الصباح for a cup of tea لإحتساء شيء أو في نجام الشيء They will come and see them in the morning اللاحظ سأخدمنا in for a cup of tea دائما العبارات والجمل أحاول أحفظها أقل لدها عبارة اللغة الإنجليزية تقليد تقليد لجملة أو كلمة أسمعها اللغة اللحظ نقول يجولي أو يجولي اللغة اللغة يذهبون عادة للتخيم في شهر أيلول في شهر سبتمبر اللغة 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 تقليد 1969 يعني بنية البرج في سنة 1969 The Tower was built in 1969 The Company is closed on Saturdays يعني تغلق الشركة في أيام السبت اللغة استخدمنا on on Saturdays في أيام السبت on Saturdays يوم السبت on Saturdays في أيام السبت قبل أيام أسبوع نستخدم on قبل السنة نستخدم in قبل الشهر نستخدم in وقبل أجزاء اليوم نستخدم in بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن أحرف الجار متعلقة بالزمان أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته